بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الانبياء والمرسلين سلام عليكم يا شباب الاخبار اه طبعا ان شاء الله هنبدأ هذا اول فيديو شرح عن مادة system dynamic تمام طبعا انا الشرح بتاعي مش بيكون الشرح التقيل اللي هو يعني اه دوس وحاجات ثقيلة علشان هو اشوف يعني هو system dynamic هي مادة عبارة عن بتجمع ما بين الفلويد وما بين وما بين الكهرباء يعني هتلاقوا كده ممكن ما تستغربوش هتلاقوا مواضيع مختلفة هنبدأ دلوقتي مسا هتلاقوا في حاجات عن بعد كم محاضرة او بعد كم فيديو يعني هتلاقوا حاجات عن الكهرباء شوية ممكن يعني كده اشوفوا ما تتخضوش ما تتخضوش يعني ده شيء طبيعي يعني اللي علاقة بالsystem dynamic فطبعا خلونا نبدأ اول درس او اول chapter chapter two هنبدأ فيه في system dynamic بيتكلم عن ان هو هي اجزاء الباردز بتاعة الميكانيكال سيستم عندنا فيه طبعا electrical system ده يعبار عن دوائر كهربائية وفيه mechanical system اللي هو عبارة عن اجزاء ميكانيكية الاجزاء دهيت فيه عندنا تلات اجزاء يعتبر وهما تلات اجزاء رئيسية الكتلة بتاعتك اللي بتتحرك تمام وبرضو نفس الكلام عندك stiffness اللي هو ال spring اللي احنا بنعبر عليه بان هو ال spring وبرضو عندك اللي هو الدمبر الدمبر اللي هو بيمتص الصدمات تمام حلو فاحنا نشوف طبعا احنا زي ما احنا متعلمين في vibration او يعني المفروض الاغلبية يكونوا دارسين vibration طالما انتو درستو system او بتشوفوا فيديوهات system فيه طريقتين نحل بيها mechanical system response هو طبعا mechanical system بتلاقي فيه مهسس كتير و springs كتير و دمبرز وحاجات كده قدامك تحس كده اللي هو ينهر بيض طب انا اعمل ايه احنا لازم نعمل معادلة response معادلة بتاعة مع كل بتاعة السيستم عشان نقدر نرسم response بتاعها في خلال الزمن والله لما بعد آآ ثانيتين او ثلاث ثواني هيكون الجسم فين فوق ولا تحت ولا قدام ولا يسار ولا يعني هيكون حركته ازاي ماشي ازاي فاحنا اساسنا في الكل في الشرح ده كله ان ال response بتاع mechanical system معادلة هنعوض ببراميتر time فيها وايه ونوجد ونوجد ايه response بتاعنا ال position او ال velocity او حتى ال acceleration بتاعة الجسم ده ايا يكون احنا عندنا زي ما احنا قلنا ان عندنا يعني زي في ثلاث three parts مهمين جدا هنشرحهم النهاردة في اللي هما الانيرشيا اللي هو تعبر عن الماس تمام وعندنا برضو stiffness وعندنا برضو الدمبر الثلاث اجزاء دول وزي ما انا قلت فيه two methods two methods دول عندك energy وعندك newtons second law الانيرشي ان يعني انا افضل الانيرشي يعني احناهم الانيرشي بس هي مشكلة انك لازم تكون ملمة بالموضوع بتاع الانيرشي بشكل غير عادي علشان شوف باختصار الانيرشي انت مش محتاج ترسم free body diagram newtons second law لا انت محتاج الموضوع بكل بساطة الانيرشي مثود هيك تيجي تقول له الانيرشي الاي تساوي submission of t زائد submission of u طبعا هتيجي تقول لي ايه هي ال t ايه هي ال u الموضوع بكل بساطة ال t اللي هو ال kinetic energy تمام ال u gravity اللي هو ال gravity energy وبرضو نفس الكلام عندك اللي هو ال static energy بتاع ال stiffnesses وبرضو نفس الكلام الانيرشي بتاعة ال numbers يعني انت عندك في four energies ممكن يأثر عندك في system ال kinetic بتاعة الحركة ودي طبعا بتنقسم اتنين سواء rotation او translation تمام وعندك بردو نفس الكلام اللي هو تعالوا تعالوا نكتبها سوا عشان بردو يعني انا اتكلمت كتير من غير ما من غير الا اله الا الله ما يكون في اي حاجة سواني خلونا نعمل كده هو بسم الله عندنا نيجي مسلا نمسك ال energy method هو ال اي نيجي نقول the submission of kinetic energy زائد the submission of you نقدر نعملهم كده translation translation والتي بتاعة ال rotation حلو زائد زائد اليو بتاعة الجرافتي زائد اليو بتاعة الكي اللي هو قوانينهم ازاي وحاجات زي كده كتير يعني بس انت المهم انك لازم تعرف ان في حركة rotation وفي حركة translation ده اساسي الجرافتي على حسب انت بتتحرك في انهجها هل بتتحرك بزاوية هل تحسبها عن طريق زوايا ولا لا قانون الحركة عبارة عن اللي هو ال M G H كالمعتاد ال H دي الارتفاع اللي طلعوا من النقطة يعني هو في عندك كتلة هي تمام بعدين بقيت هنا الارتفاع ده هو هو ال H جميل الكلام عندك مسلا اللي هو بتاع الكي عبارة عن نص كي تمام في اكس سكوير الاكس ديت بتعبر عن هي دلتا اكس انا كتبتها اكس عادي شوف ايا ياكم طالما انت اغلبية الوقت بيكون الانيشيال كونديشن عندك صفر تمام فهو بيعتبر هو ال سبرينج وصل هنا ده الفاينال بتاعه فاحنا بنقول الفاينال ناقص الانيشيال لو الانيشيال اساسا بصفر معناها يسوي الفاينال على طول فاحنا ما بنخدش في التفاصيل اللي هو يا انا ربي ليه ما حطتش دلتا اكس والكلام ده الا اذا في السؤال عندك قال لك والله انه ما لركش انه مثلا الانيشيال الكنديشن بتاعتك صفر فده هيكون مختلف تماما فاحنا دلوقتي عندنا ده القانون وده قانون النص في السي في دلتا اكس دوت سكوير طب انت هيجي واحد يقول لي طب ايه دوت دي بالزبط لا لا اله الا لا انا اسف انا اسف انا ما اعتقد انا اكون برضو غلطان في ديت تمام مع ان انا شايف ان لا يا ما اعتقد يا صح يا صح يا ممكن ان شاء الله تكون صح المهم يعني شوفوا يعني هو دي القوانين انا بالصراح مش عارف قانون الانيرجي بتاع اه والله يا شباب شوفوا عشان ما اكونش لخبطتك وبين عليه انا ممكن اكون كتبت الانيرجي بتاعت الدمبر غلط فانيوي انيوي ده مش موضوعا انا كنت بس بوضح لكم بشكل بسيط اللي هو ان ازاي الانيرجي اكواجن ممكن تتكتب بعدين طبعا بعدين مباشرة اه بعد ما تيجي توجد الاي تمام يعبارة عن تي زائد اليو تمام تقوم واخدهم تعمل اشتقاق اللي هو الدي اي على الدي تي تساوي التي تي على الدي تي تمام زائد الدي يو على الدي تي تمام طبعا الحاجات دي كلها لازم تكون متعلم توف يعني لازم تكون عشان تعرف لازم تكون متعلم فيبريشن عشان تفهم الكلام اللي انا بقوله لك يعني لو انت بتشوف الفيديوهات دي يبقى لازم تكون تشايف فيبريشن ابلها طبعا ونيوتن ساكند لو عبارة عن كل بساطة خلاني نكتب هنا القانون هنيجي نقول الدي اي على الدي تي تساوي الدي تي على الدي تي زائد الدي يو على الدي تي بالنسبة نيوتن ساكند لو اه مختلف تماما اه هو احنا هناك كان احنا هناك الحلو الكلام بس المرة دي لا الحلو الكلام بس المرة دي لا الحلو الدي تساوي م في ال اكس دابل دوت حلو الماس مضروبة في اللي هي عبارة عن الاحلو ريشن الام الـ X double dot هي الـ Acceleration بس اللي هو في الترمز بتاعة ايه بتاعة الـ Time معناها دية الـ X دية هيوديك معادلة فيها بتاعة X double dot معادلة Acceleration بس المجهول فيها الـ Time بس ده كل الموضوع عشان كده احنا بنكتبها X double dot عبارة عن الـ Position او زي ما بيقول Displacement اتعمل لها derivative مرة بقت Velocity بعد نتعمل لها derivative مرة تانية بقت Acceleration ده كل الموضوع ده باختصار شديد اللي هو الحاجات اللي مفروض كنوا عارفينها قبل ما تبدأوا اي حاجة لها علاقة بـ System dynamic نيجي نبدأ دلوقتي دلوقتي الـ Inertia Inertia عبارة عن ايه اللي هو الـ Audio of an object will continue its current motion until some force cause its speed or direction to change ده معناها بكل بساطة انه دلوقتي انت عندك جزء او Object بمعنى صح تمام؟ الـ Object ده هوت الـ Object ده هو بيتحرك تمام؟ هيقف او هيتحرك زيادة او هيتحرك اقل على حسب force هتأثر عليه هي اللي هترغمه انه يحصل له الحركة دي او الـ Direction بتاعه انت ممكن يكون فيه بوكس عندك حطه اهو حطه على الترابيزة عادي مفيش اي حاجة ما بتحركش بس انت لو وديته اي force تمام؟ force هتلاقيه وصل هنا هو تحرك ليه؟ تحرك بسبب الفورس ديت ديت يعني ده اللي هو ده يعني نوعا ما هو تعريف الـ Energy بس ايا يكن هتيجي تقول لي ليه اعرف تعريف الـ Energy لا مش مهم انك تفهم تعريف الـ Energy المهم انك لازم تعريف حاجك الـ Energy دلوقتي احنا عرفنا الـ Energy فيه حركتين مهمين جدا عندنا جدا Translation Translation تمام؟ او بمعنى اصح الحركة الخطية تمام؟ كل الجزء او كل part هنتكلم عليه في الميكانيكال سيستم هنشرحه كRotation وكTranslation تمام؟ حلو ودلوقتي هنا عندنا Irrotation rotation تمام؟ اللي هو حركة ايه؟ دورانية جميل الكلام جميل وزي الفل فدلوقتي نيجي من معرفنا الخطية وعرفنا الدورانية لا الهلالله دلوقتي احنا ايه؟ فيه معادلات لازم يتعمل له زي ما انتم ملاحظين هنا فيه Mass كتلة فيه كتلة M Mass Mass في السيستم عندك هنا اما فيه هنا بنستعمل الجي الجي عبارة عن الماس Moment Of Inertia Mass تبع حركة خطية عندك كتلة كاملة بتلف بترايح ايمين رايح اشمان طلع الفوق نزل تحت ما فيش اي حاجة بتأثر عليه اما انت لما تيجي تعمل لها rotation فيه اجزاء يعني هيحصل زي ما يقولوا اللي هو حاجات لها علاقة برضو بالسترينث وحاجات زي كده يعني هي بتلف مثلا كده هو تمام ده السنتر بتاع الشكل بتاعك لا 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 الله سواني سواني بهدوء او مسلا ده السنتر بتاع الشكل بتاعك حلو بالسبب البندنج اللي بيحصل عندك بسبب البندنج اللي بيحصل عندك هيحصل حاجات لها علاقة يعني كده هو تمام هيحصل هيفضل فيه تغيرات لحد النقطة دي اللي هو الدسبليسمت عندك مش هيكون دسبليسمت واضح قوي او حاجة زي كده حاجات لها علاقة باليعني بسترينث بماتيريال فانا مش عايز اخد فيها اقول لك كلمة غلط حاجة اتحسب عليها اتحسب عليها ولا حاجة مش عايز اغير يعني نظرياتكو عن الموضوع ده فانا مش اخرب الموضوع بصراحة فالمهم انك تكون عارف اللي هو الانيرشيا طالما لقيت كلمة على طول روح هنا لازم تحسب حاجة اسمها ماس مومنت اوف انيرشيا يعني الجايدية معادلة اللي ازا ودها لك في السؤال يبقى يشكر بس طبعا هي لها معادلات لازم تحسبها منها على حسب الشكل عندك لو شكل مستطيل مش زي الشكل دائري وبرضو مش زي الشكل الدائري لو كان حتى هولو يعني في حسابات في حسابات ليها تمام واما الماس كتل تيجي اول ما يوديك الماس كده وقول لك حركة ترانزليشن بوست ايدك وش ودهرش خلاص انت لمحتاج جا ولا محتاج اي اح انت بس محتاج الكتلة نفسها بالكيلو جرام الماس مومنت اوف انيرشيا بتكون كيلو جرام بالمتر تمام بالمتر سكوار مalı اقاسف هنحسب من كل حاجة ترانزليشن وكل حاجة روتاشن هنحسب هنحسب إيه لا إله إلا الله اللي هو فورس مرة ومرة تانية هنحسب منها هنحسب منها إيه اللي هو الإنيرجي فإحنا نبدأ مبدئيا كده بالفورس إحنا عندنا حركة ترانزليشن عندنا طبعا أي حاجة بتكون فهي f of t اللي هو f of t معناها معادلة فورس هي تبع الفورس بس البراميتر المجهول فيها حسب التايم على حسب التايم بتعوض فيه وتوجده أنا مش هعيد الكلام ده مرة تانية علشان يعني هو نوعا ماك كلام زيادة فيه مميل شوية فبس يعني دي تعتبر آخر مرة إن شاء الله هاولا ودلوقتي طبعا احنا عندناه ده الفورس الفورس f of t تساوي الماس مضروبة في الـ x double dot جميل هتيجي تقول لي x double dot هقول لكم إزاي x double dot كاي وهنا هنيجي نقول مثلا moment of inertia اللي هي المومنت طبعا احنا عندنا rotation مش translation translation يبقى هنقول force على طول اللي أما في rotation هنحسب حاجة اسمها moment المومنت m of t تمام أنا غيرتها خلتها بالـ m capital علشان إيه علشان يكون يعني عشان نعرف نحسبها طبعا طبعا هيجي واحد يقول لي طب ما انت قلت هنا force أنا قلت هنا force علشان هنستعمل فيه second low newton تمام عشان كده قلت force اختصارا اختصارا لsecond low newton نفس الكلام هنا الـ energy الـ energy هنستعملها هنا ايه هنستعمل energy عادي كانتك energy energy سبتة بس تمام حلو أما نيجي هنا تاني هنيجي نقول بقى force هنا لو translation mass مضروبة في الـ acceleration هنيجي أما في الـ rotation هنيجي نقول moment المومنت عبارة عن mass moment of inertia مضروبة في theta double dot theta دي عبارة عن الحركة الدورانية نيجي بقى نقول بقى theta double dot والx double dot عندنا x عبارة عن position حلو لما نيجي نعمل derivative للـ x dx على dt ده هيودينا طبعا respect to time ده هيودينا اللي هو الـ x dot حلو اللي هو يساوي الـ v جميل ده اللي هو ودنا بقى ايه velocity جميل الكلام هنيجي نعمله derivative مرة تانية اللي هو dx dx نفسه dx مش اللي هو dx dot هنيجي dx square على dt اللي هو برضو يساوي عبارة عن اللي هو dx dot على dt او ممكن تسميها dv على dt برضو يعني ممكن تيجي تقوله انها عبارة عن dv على dt كلهم يساوي x double dot تساوي acceleration يساوي ايه acceleration acceleration طب حلو الكلام طب دلوقتي طب acceleration بعدين هنيجي نعمل ايه هنيجي نقول ده بالنسبة ايه ده بالنسبة لحركة الخطية ده بالنسبة ل translation اللي هو translation تمام جميل كده طب ده بالنسبة للترانزليش طب بالنسبة بقى للايه للثيتا نفس الكلام بالزبط position dθ على dt تساوي تساوي الثيتا dot تساوي اللي هو هيكون وساقتها يساوي ايه اوميجا الاميجا هي هي angular velocity angular velocity هنا الانجل او position برضو angular position يعني عادي تمام هنا بعدين dθ square على dt square مفروض هنا square اسف بعدين هايسكون dθ dot على dt تساوي اللي هو d اوميجا على dt تساوي عبارة عن theta double dot وتساوي الالفا اللي هي الانجل angular acceleration acceleration تمام ده تبع ايه ده تبع الروتاش ده تبع الروتاش ده تبع الروتاش حلو الكلام فهمت الفكرة من ايه فهمت الفكرة هنا جاية ازاي برضو هنجي نقوله هنا angular position ولا angular تمام angular position يعني عشان ما فيش مكان دلوقتي فهمتوا فكرة ازاي منين جاية theta dot منين جاية theta double dot دلوقتي نروح بقى نكمل قصتنا مع الانيرجي بتاعت ايه بتاعت السيستم اللي عندنا سواء translation او سواء حتى يكون ايه او سواء يكون rotation حلو حلو نيجي بقى نيجي نقول عندنا حركة translation الانيرجي بتاعت هيكون عبارة عن ايه عن kinetic energy عشان الحركة بتاعتها مش فوق وتحت انا عشان كده ما دخلتش في gravity انا بتكلمك على حركة الجانبية فهي عبارة عن kinetic energy الت تساوي نص في الام في ال x dot square ال x dot دي عبارة عن x dot عبارة عن velocity عشان قانون kinetic ديت عبارة عن اللي هو زي زمان ايام زمان كنا بسميها k a اللي هي عبارة عن k kinetic energy حلو الت تساوي نص m x dot square جميل حلو وبعدين طب بالنسبة للrotation تساوي t تساوي نص j theta dot square احفظ واحد فيهم انا احفظ احفظ ده احسن حاجة تمام على طول الrotation يبقى هيكون بدل mass j وبدل x dot هتكون theta dot بس ده كل الموضوع دلوقتي طبعا هيجي واحد يقول طب دلوقتي احنا عندنا system بيكون مرة فيه rotation وفي translation في نفس الوقت هي مثلا عنده single degree of freedom تمام الكلام ده لسه هيتشرح في المحاضرات تانية بس مثلا ازاي اربط ما بين translation وما بين rotation انا قلت هنا علشان يكون كله متصل ببعض انا هقوله هنا علشان يكون كله متصل ببعض ففي اللي هو relation relation مهم between اللي هو translation and rotation في relation بتكون موجودة اللي هي اولا عندنا البوزيشن عندنا البوزيشن لا انا مش هكتبه انا مش هكتب اسماء انا على طول هكتب لكم القوانين ال x تساوي الثيتا في ال r وال v او هي عبارة عن x dot تساوي او برضو لأ برضو مش هكتبلك ومش هوضع انتم المفروض بقى تكونوا خلاص يعني تكونوا velocity تساوي هي عبارة عن omega في r و و acceleration عبارة عن alpha في r جميل الكلام وال r عبارة عن عبارة عن اللي هو distance to center of rotation of rotation rotation حلو الكلام حلو الكلام يعني انه ايه انه دلوقتي عندنا وعرفنا عندنا دلوقتي لما يكون عندنا energy نشوف mass او نشوف j يعني اللي هو rotation of translation هنعرف سواء استعملنا second law of newton او استعملنا اللي هو الانيرجي مثلا دلوقتي نروح عند ايه نروح عند stiffness تمام خلونا نروح نصغر كده الشاشة ايوة زي ما انتم شايفين هنا عندنا spring ده هو لدياميتر حلو والماتيريال بتاعته ليها دياميتر خاص بيها دي قوانين وده الشرح لازم تكونوا برضو عارفينوا من اي وقت ايه من vibration بس ايا يكن ده مش موضوعنا موضوعنا تاني translation حلو وهنا irritation نفس الكلام في spring طب تمام حلو معناها spring هيكون عندنا spring عادي و helical spring الاثنين دول دول اللي هيكونوا مستخدمين واكتر يعني لما تيجي تشوف مثلا الصور زي دي تصوف الصورة دي على طول rotation يعني مش محتاج يقول لك ده والله ايه لأ هتقول rotation direct هدي يقول لك الصورة دي خلاص ده translation مفيش كلام تمام بقى احنا نيجي نقوم ايه نقوم يلا نعلم بقى نكتب بقى قوانين الفورس تأكلنا على الله مباشرة قوانين الفورس بتاعته هيكون برضو الف 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 تي بتاعة الف اي تساوي تمام اسف مش الف اي اسف تمام الف اي تساوي الترانزليشن تمام انا مش هكتب انا مش هكتب كده هطول الفيديو ع الفاضي فلا مش عايزين نطول الفيديو اكتر من كده تمام الترانزليشن مضروبة في الدلتا اكس واللي هي عبارة عن الترانزليشن مضروبة في الاكس وان ناقص الاكس تو بس ايا يكون هيكون بالبوزيطيب يعني هيكون هيكون المهم يعني انتو فاهمين القصة ازاي طبعا هيكون عبارة عن مش هيكون عبارة عن اي مش هيكون عبارة عن هيكون عشان الام اي عبارة عن اللي هو الكي ار روتيشن تدل على الروتيشن في الدلتا ثيتا خلاص احنا بقى مفيد نكون حفظنا الانيرجي انيرجي بتاعتها عبارة عن اي هتكون عبارة عن كالاتي اللي هو لا اله لله ال اليو او اليو اي خلنيها اليو اي زي الاف اي كده تمام وبعدين هتكون عبارة عن نص في الكي تي مضروبة في الدلتا اكس سكوير نفس الكلام هنا اليو اي تساوي نص في الكي ار في الدلتا ثيتا سكوير جميل حلو هيجي واحد يقول دلوقتي طب احنا هل هتكون ارقام الكي معطالين مشان هنا ما فيش جي يعني هقول لك ممكن لا ففي قانونين هتستعملهم تمام ده على حسب مثلا على حسب الفكرة ده Esperings تعرف الماتريل بتاعته تمام وانت عارف الدياميتر بتاعة الivesseبرينج كام وعارف الدياميتر بتاعة الماتريل بتاعة الاسبرينج كام فهو على الاساس ده هتعمل حسابات الكتي والكي وطبعا الهيليكل سبرينج تمام مش زي ما هيكون اسبرينج عادي اللي هو فدي قوانين بتاعة الكاتي تساوي اللي هو الجي مضروبة في الدياميتر بتاعة الماتيريال بتاعة السبرينج على سكستي فور مضروبة في الان نمبر اوف روتاشن كام لفة السبرينج معمول ما هو ممكن انت ممكن تلف السبرينج عندك خمس لفات ست لفات ما هو كل ما تزيد العدد اللفات كل ما يختلف الستيفنس بتاعك مضروبة في الرادياس بتاع السبرينج تودا باور ثري تودا باور ثري تمام معلش كتبت تودا باور ثري حلو والجي طبعا هي اللي هو الريجيدي دلوقتي نيجي نقول الكي ار تساوي بردنه هتكون عبارة عن الاي اللي هي زائد تو جي في الدي تودا باور فور على سكستي فور ان تمام مضروبة في الار تمام حلو دلوقتي ده لو احنا حسبنا الحاجات دي دلوقتي عندنا بيكونوا عندهم مرة بيكونوا بالسيريز تمام ومرة بارالل حلو الكلام حلو السيريز مشهور بان الفورس بتاعة التوتال اللي موجودة هنا هتساوي الفورس عند النقطة الاولى هتساوي الفورس عند النقطة التانية ايا نياكم بتسحبها منين هيكونوا كلهم متساويين من بعض بس الديستانس التوتال اللي بيتحركها الاخير هنا تمام هتكون عبارة عن الاكس واحد الديستانس اللي هتكون مشيت هنا هو زائدا الاكس اتنين اللي هتكون مشيت هنا هو هيكون بسبب ان سواء في اختلاف في الاستيفنس او لأ هيتكون في دفرن في الاستيفنس في الديستانس حلو الكلام حلو البراليل اعكس الحاجات هتكون الفورس تساوي الفورس اللي جاية هنا من الاولى زائد الفورس اللي جاية من التانية عشان هما مش على نفس الخط هما مقسومين كل واحدة في خط مختلف فكل واحدة هتكون مشية بفورس معينة جميل فهيكون مختلف الموضوع اما الديستانس اللي هيتحركوها هتكون عبارة عن الاكس واحد تساوي الاكس اتنين عشان هما بتحركوا مع بعض ده ملهوش ملهوش علاقة بقيم الكي ما له علاقة بالقيم الكي اما نيجي بقى نيجي نقول والله الاكويفلانت الاكويفلانت استيفنس اكويفلانت استيفنس ده اللي احنا عايزين نعرفه في الليلة دي كلها ازاي نجمعهم لو انتو فاكرين الريزيستانس عكسها بقى عكس الريزيستانس بمعنى هنيجي نقول ال one over k اكويفلانت هنا تساوي اللي هي ال one over k1 زائد ال one over k2 وال final answer اللي هي عبارة عن ال k اكويفلانت اللي احنا عايزينها عبارة عن one over one over k اكويفلانت تمام عشان تيجي تاخد الفاليو الصح هنا بقى عالعكس تماما هنا حلوة بقى تفرح هتكون عبارة عن k1 زائد ال k2 بس خلاص كده خلصنا شوفتو الموضوع بسيط حلو ازاي ده اللي يعلق بالايه ده اللي يعلق دلوقتين يجي بقى على ايه على الدمبر زي ما انتو شايفين ده شكل الدمبر من جوه بيكون في اويل بيكون لي حركة الريزيستانس الحركة اللي موجودة جوه هي دي السبب الريزيستانس اللي بتسبب الريزيستانس للموضوع تمام حلو الكلام علشان كده هو بس موجود ايه الحركة دياميتر في دياميتر للجوه اللي بيكون ماشي جوه الدمبر وفي دياميتر برضو اللي برا اللي هو الدمبر ككل ايا يكن انا بس بشرح لكم رسمع السريع انا مش هتخلك في تفاصيل طبعا هنا في ترانزليشن ترانزليشن وبرضو هنا في رو تيشن حلو الكلام حلو الكلام هنيجي نقول طبعا هيكون فيه فورس فورس وهيكون فيه ايه هيكون فيه انرجي جميل جميل دلوقتي الفورس الفورس هي بقى عبارة عن ايه عبارة عن الاف دي تمام تساوي طبعا هتكون عبارة عن الاف دي بس ايه اللي هو اف تي احنا الكي ما قلناش اف تي لسبب واحد عشان احنا منعوض بالبوزيشن البوزيشن ما فيش تايم تمام ما فيوش تايم معين خلاص رقب بوزيشن موجود على العكس تماما هنا هنا هيكون فيه تايم ليه عشان هنأمل دريفاتي عندنا السي اف تي اللي هو الهو الدمبينج ريشيو تمام اللي هو الدمبر تمام كونستان بتاع ترانزليشن تمام فيه الدلتا اكس اف تي دوت دلتا اكس دوت عشان عملناها دريفاتيف مرة هنا طبعا هيكون عندنا الام اي اف تي طبعا تساوي السي تاعت الروتاشن في الدلتا ثيتا دوت نيجي بقى على الانيرجي انيرجي هتكون عبارة عن اليو اف دي يو دي تساوي السي تي بس بس هيتعمله انه انتجريشن مش دريفاتيف انتجريشن او نوع انتجريشن ركز في الموضوع ده اكس دوت طبعا اف تي هيكون اف تي سكوير سكوير تمام دي اف تي هيكون فيه معادلة هتعمل لها انتجريشن على الاساس ده هوت حلو حلو فدلوقتي احنا عرفنا الانيرجي دلوقتي هنقوم عاملين ايه نقوم الانيرجي بس بتاعت الروتاشن طبعا خمنوا هيكون عبارة عن ازاي هيكون عن هي هي بس الفرق انه حطيت تبع الثيتا بس مش اكتر ولا اقل دلوقتي هنيجي نقول قانونين برضو مهمين السي تي والسي ار على حسب الموجود جوه عندك في اللي هو لا اله والله في الدمبر زي ما احنا شايفين في فلويد ماشي فالفلويد ده هو بيعتمد هل هو ايه هو المتيلي بتاعت الفلويد وفي نفس الوقت برضو على حسب حركة الروتاشن او ترانزليشن هيكون في مقاومة زيادة او لا فاحنا دلوقتي هنكتب ايه هنكتب القوانين بتاعتها طبعا انا مش هقول لك البراميترز عشان هو يعني قوانين طويلة وغبية بس هكتب للمعلومة فقط طوباي تمام اه اللي هو الديناميك فيزيكوسيتي الانيشيال دايميتر الالل اللينث بتاع الستروك اللي هيكون ماشي تمام على الاوتر دايميتر نقص الانر دايميتر زائد الريزيستنس حاجة اللي هي علاقة بالهيدروليك مضروبة في الباي سكوير في الدي اي coming to the power 4 ,الدييستي على ال الستاشر اما بالنسبه للسي ار تساوي البي ديناميك فيسكوسيتي في الدي اي تو دي بار كيوب او اتنين الاوتر دايميتر ناقص الانر دايميتر والله قوانين صح ومش صح الله اعلم المهم المهم عندنا هنا الكونيكشنز بتاعت الدمبر طبعا سيريس او بارالل دي حاجات مهمة لازم نعرف طب بالنسبة بقى للفورس وبالنسبة للحاجات التانية البسيطة الحلوة على الله الفورس هتساوي الاف وان ساوي الاف تو ما تتخضوش انا قلت وقف الفيديو واكتب التفاصيل الصغيرة دي عشان هي هي نفسها نفس ما في اي فرق بالمرة تمام كل الموضوع الفورس بتاعت السيريز هتساوي بعض اما هتجمعهم لا جمعهم والديستانسز متسويين الاكوفلنت دمبر تمام وان اوبر سي اكوفلنت تساوي وان اوبر سي وان بلاس وان اوبر سي تو ده من نسبة للسيريز البرالل تجمعهم على طول تمام بس يعني عشان كده انا كتبتم وقفت فيديو قلت اكتبهم دلوقتي بقى الشغل التقيل اللي هو بقى الريسبونس عندك الريسبونس بيتقسم لاتنين بيتقسم لاتنين زي ما انا قلتم شوي عبارة عن free وعبارة عن forced تمام بس طبعا لازم نكون عارفين في البداية نراجع كل المرمطة اللي احنا اتمرمطناها واعدنا فيها نص ساعة اللي هو translation قلنا عبارة عن submission of force تساوي الMX double dot و الRotation عبارة عن submission of moment تساوي الج في الثيتا double dot ده من نسبة طبعا للنيوتن's second law Mitchell energy تمام Newton's second law دلوقتي هنيجي نقول بقى أساس ال vibration عندنا اللي هو ال response ال response اللي احنا عايزين نصال طبعا احنا قلنا هينقسم اتنين نطلع حبل كده و ونطلع واحد كده ونعمل واحد ظريف كده واحد free ونيجي هنا ونجي هنا واحد فورست حلو حلو طب بالنسبة ليه الفورست بالنسبة ال free هنيجي لقوله والله ال free اهو واحد هنا اهو في واحد تاني هنا اهو بالنسبة لل فورست برضو نفس الكلام الفورست سوين معلش معلش free اهو عندنا free free undamped وفي free damned حلو الفرق الزمبر بس بالنسبة لل فورست نفس الكلام في فورست undamped حلو وفي forced damned ده كل الموضوع ده الفرق ما بين الاتنين ده الفرق ما بين الفور systems اللي عندك اللي انت شايفهم قدامك عالصورة بس وكل system عندك ليه response معين وليه طريقة الكتابة والdraw response بتاعه مش كلهم زي بعض فعشان كده هو قسموا response اتنين 2 major categories تمام free وforced وكل واحد فيهم من قسم الاتنين undamped وdamned فاحنا لما نيجي نجمع للsystems كلها عبارة عن force systems الفرق ما بينكله الدمبر وبس دم ما بيزيد الفورست بيكون external force مؤثرة عليه تمام حلو طبعا احنا بالنسبة لشرح الفيديو ده هنشرح على single degree of freedom مش هنشرح اكتر من كده وعن damned و undamped بس ده الفرق الوحيد اللي هو احلى system بالنسبة لنا هيكون عبارة عن اللي هو undamped free system ده يعتبر ده natural عندنا ده الطبيعي تمام ففيه حاجة مشهورة احنا بنعملها دايما في systems equation of motion طبعا اكيد عارفينها يعني عبارة بتكون بقى هنيجي نقول ان summation of forces تساوي m x double dot summation of forces عندنا عبارة عن سالب k في x تساوي m x double dot بس لما نوديها الجهة التانية هتكون عبارة عن m x double dot زائد k x يساوي صفر لما نقسم على mass هتكون عبارة عن x double dot زائد k على m x تساوي صفر فهنيجي نقول له والله طب البراميترز المضروب في x اي حاجة هتلاقوها مضروبة في x بعد ما تخلص equation of motion على طول مباشرة هتيجي تقول omega n تساوي square root المضروب في x على طول تمام شان احنا ده simple system فاحنا خلاص معروفة omega n تساوي k over m ده يعني simplest system ولو عندك اكتر من mass وعندك اكتر من stiffness على طول بتوجد equivalent بتاعهم وتاخد square root بتاعهم على طول توجد omega n معروفة بس ايا يكن ايا يكن احنا مش هندخل ده الوقت في التفاصيل دا تمام ديت عبارة عن اللي هو natural frequency حلو طبعا بتكون broad per second حلو الكلام حلو الكلام اما بالنسبة لل free damn system بيكون عبارة عن ايه هنقول له برضو summation of forces تساوي m x double dot تمام هتودين على سالب k x سالب c في x dot تمام ده free body diagram زي ما انتو شايفين هو system بيتحرك كده ال stiffness وال number بيحصل فيهم reaction for reaction جواهم نفسه بيكون عكس اتجاه الفورس اللي رايحة او اتجاه الماس اللي رايحة تمام نفسك هنا هنا ده وقت هي الماس رايحة كده مظبوط كده هو رايحة كده هو بس من جوه في قوة شد بتخلي الكتلة بترجع كده هو علشان كده احنا حطناه في الجهة يعني الجهة الاخرى وليه حطناه ما كتبتوش علشان اساسا اساسا احنا عندنا طالما اتجاه السيستم فين بنعتبره بوزتف خلاص يعني على حسب اتجاه السهم بتاع السيستم اللي حططونا يكون بوزتف يساوي الماس في ال هيودين الم اكس دابل دوت زائد السي اكس دوت زائد الك اكس تساوي صفر طبعا لما نيجي نقسم على الماس هتكون اكس دابل دوت زائد السي اوفر ام اكس دوت زائد الك اوفر ام اكس تساوي زيرو هنيجي بقى في حاجة بقى زيادة وجديدة الاميجا ان طبعا هتكون عبارة عن ايه سكوير روت ك اوفر ام تمام بس في حاجة اسمها تو زيتا اوميجا ان تساوي السي اوفر ام ديت عبارة عن كوفيشنت عن طريقها اللي هو هنطلع اللي هو الدامبينج ريشيو وافضل دامبينج ريشيو ما بيكون ما بين زيرو وواحد حلو دلوقتي في ايه في عدنا الامبل امبلفكيشن الامبل الامبلفكيشن بيكون عبارة عن ايه عبارة عن اللي هو لا اله لله زي يجيبه لك ما بيكون عندك اكتر من ماس في ماس للرود وفي ماس وفي سبرينج في نقط مختلفة فانت بتحب عشان تسهل السيستم عندك وعشان يكونوا كلهم الديستنس واحدة وكل واحد فانت بتستخدم الامبلفكيشن بتخليهم كلهم في جهة واحدة بتخليهم كلهم ايه في جهة واحدة تمام فالامبلفكيشن عبارة عن بيكون يعني عبارة عن ايه احنا بنسميه ايه اختصار لامبلفكيشن تمام الزيد بي على الزيد ايه تمام اللي هو البوزيشن ده وقت الماس هنا لما تيجي تطلع بتطلع مسافة زيد ايه هي عبارة الزيد ايه عبارة عن ال ايه مضروبة في الثيتا السين ثيتا الزاوية اللي موجودة هنا اللي تحركتها طبعا مستحيل هتكون تساوي لما لو الماس طلعت هناك عن طريق الزيد بي هيكون في اختلاف تمام فعشان كده احنا عايزين نحرك الماس تبقى هنا هو تمام ونطلع مرة واحدة ايه الموضوع نطلع مرة واحدة الحاج فدلوقتي احنا عندنا ايه ده اللي هو لا اله اللي هو الزيد بي على الزيد اي تساوي ال ال ب على ال ا تساوي اللي هو ال اف ا على ال اف ب جميل الكلام حلو الكلام كده جميل زي الفول زي ما احنا شايفين كده دلوقتي دلوقتي نيجي نخل سؤالين البصاد دول حلها حاجة حلو عندنا كتلة بتاعت الام بي هي عبارة عن الام اي تمام علشان اخلي الام بي اخلي الام اي تيجي تروح للام بي عبارة عن تساوي ايه بقى تساوي كالاتي الال اي على الال بي مضروبة مضروبة في الام اي بس طبعا الامبليفكيشن لازم يكون سكوير لازم يكون ايه لازم يكون هنا سكوير ال اي على ال بي سكوير مضروبة في الام اي تيجي بعدين هنا عندك استفقص زي ما احنا شايفين عبارة هنيجي نقول ان ال كي بي ده الفاينل بتاعنا يساوي عبارة عن ال اي برضو على ال ال بي سكوير مضروبة في ال كي اي جميل حلو الكلام طب طلع عن ال كي بي وال ام بي عايزين ال اوميجا ان عبارة عن سكوير روت كي بي اوبر ال ام بي بس شان السيستم يكون واحد هنا فاليو مختلف هنا فاليو مختلف فاحنا نيجي نطلع اللي هو التوتل بتاع السيستم ونقوم ايه ونقوم مواجدينه على طول دلوقتي عرفنا الامبريفكيشن بالنسبة بقى لو عندنا جيرز لو عندنا جيرز فيه ريليشن موجودة في الجير نفسه تمام هو بيدور تمام وبردو الجير بيكون ليه تيث والتيث بتكون ما بينها مرتبطة بالجير الثاني بيكون في حاجة اسمها بيتش سيركل والرديس والفالوستي ما الفالوستي والتورجنال مومنت حاجات كده كتير فانا هكتب لكم الرليشن بكل بساطة ما بين جير واحد وما بين جير اتنين عدد السنون بتاع الجير الاول على الجير الثاني هيساوي الراديس بتاع الاول على الراديس بتاع التاني هيساوي طبعا هيختلف فيه هم ايه هم بيكونوا مختلفة اللي هو لا اله الا الله بتاع الفالوستي اتجاه السرعات هتختلف تكون الثيتا 2 على الثيتا 1 تمام تساوي الثيتا.2 على الثيتا.1 تساوي الثيتا double.2 على الثيتا double.1 تساوي اللي هو التورجنال مومنت بتاع الاول على التورجنال مومنت بتاع التاني جميل طب دلوقتي صورة مبسطة زي كده طب انا عايز احول انا عايز احول اللي هو من جي نجيب نوجد التوتال جي بتاعنا والتوتال ستيفنس برضو بتاعنا بس ازاي نوجدهم اصلا لو هم كل واحد في شفت مختلف احنا محتاجين ننقلهم على شفت واحد عشان نقضي فاحنا هننقل الشفت التاني نودي الشفت الاول عن طريق ايه؟ اولا نيجي نقول الكي بتاعتنا زي ما احنا شايفين هيكونوا in parallel بسبب احنا لو قالنا الشفت ده والدينا الشفت هنا هيكون فيه ما بينهم ماس فطالما ما بينهم ماس معناها عندك اللي هيكون الستيفنس in series فهو الاكوفلنت هتكون عبارة عن عبارة عن الكي اول زائدا الكي بتاعت التاني بس الكي بتاعت التاني في شفت تاني اساسا فاحنا محتاجين نضربها في الامبليفكيشن اللي هو بالنسبة للجيرز هيكون عبارة على الان وان اللي احنا عايزين نروح له على الانتو اللي احنا اساسا بتاعنا موجود فيه سكوير مضروبة في الكي تو احنا كده وجدنا ده بالنسبة للجي بالنسبة للجي هنيجي نقول والله الجي اكوفلنت برضو تساوي الجي وان طالما احنا ودينا كله عند الكي وان هنودي الجي برضو عند الجي وان مش هينفع كده هنرجع برضو هيكونوا شفتين زائد نفس الكلام هنيجي نقوله الان الوان على الان تو سكوير مضروبة في الجي تو جميل حلو الكلام طب دلوقتي احنا وجدنا الجي اكوفلنت والكي اكوفلنت انت عايزت اوصلي يا ابن الحلال انا عايز اوصلي ده ده ملك المادة لازم توجده دايما لازم توجده دائما 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 يعني اغلبية الاسئلة يا هيقولك درايف الاكواجين يوجدلي ناتشول فريكوانسي درايف الاكواجين يوجدني ناتشول فريكوانسي تمام؟ علشان كده او انا حطيته مرة تانية بسبب كده او انا حطيته بسبب كده دلوقتي بعد الكلام ده او نوجد بقى نحل بعض الاسئلة البسيطة الخفيفة كده ان شاء الله اللي هي علاقة بالامبليفيكيشن تمام حلو؟ دلوقتي احنا عندنا كتر عايزين نحسب الناتشول ريسبونس بتاعها تمام؟ بس هيكون عن طريق ايه؟ عن طريق الانيرجي مثل احنا عايزين مثلا نوجد الانيرجي طبعا الانيرجي بتاعت دا هتساوي لما يكون عند دا تمام؟ هنعجي نعمل ايه؟ نجي نعمل التي تساوي نص الام ايه في الزد اي دوت طبعا عشان احنا بالفلوستي متنسوش سكوير حلو؟ هي نفسها ازاي تكون نفسها بتاعت البي فاحنا عايزين نعمل كده عايزين نغير من البوزيشن ايه نخليه بوزيشن بي طبعا احنا عارفين الامبليفيكيشن عبارة عن ايه؟ عبارة عن الزد بي على الزد ايه تساوي حلو؟ ال ال بي على ال ال ايه صح؟ كلام؟ حلو الكلام طب دوقتي لو الزد بي على زد ايه تساوي ال ال بي على ال ايه معناها عبارة هي هتكون عبارة عن الزد ايه تساوي الزد بي مضروبة في ال ال ايه على ال ال بي ده هيكون الشكل بتاعنا مظبوط حلو الكلام حلو الدوت مش هتأثر معنا في حاجة أثرت في حاجة ما أثرتش في حاجة اختلف الجواب ما اختلفتش الجواب هو هو يعني مش هتتغير معاك بس الزد ايه انا ممكن اقول لك والله انا هعبر عن الزد ايه ديه والله هقولك انها بالوستي بتاع السيستم مش مشكلة مش نهاية الدنيا المهم انك تكون تفاهم القصة مش ازاي دلوقتي هتقوم عامل بقى حركة ظريفة خفيفة كده هتقوم شايل دي تحطها مكان دي ده هيكون وقتها الت تساوي نص في الام ايه حلو مضروبة في الزد بي دوت على الزد بي على في الزد ايه سكوير بس كده معلم هي نفسها تساوي اللي هي النص في الام بي في الزد بي دوت سكوير هم اللي اتنين يساوي بعض مش مش يظهر هيكونوا هم اللي اتنين يساوي بعض بسبب انت لو خدت الام ايه والقلب الام ايه على لو تعالوا نجي ناخدها كده اهو اقولها لكم ازاي لما تيجي تقول بقى الام ايه مضروبة في ال ايه سكوير على ال ال بي سكوير تمام هي هي نفسها هتساوي عندك الام بي شايف سبحان الله نفس الجواب اللي احنا طلعناه عندنا هنا هي هي تمام اهو اثبتها لك معلم بكل بساطة عن طريق الانيرجي مثل اي اوامر دلوقتي نيجي بقى على نفس الفكر بس بدل ما هتيجي تقول تي هتيجي تقول يو انا هو حتى هنسخلك كل القصة دي كلها عشان ما تجيش تقول لي والله لا يا معلم انت بتوفشور ولا انت بتقول كلام يعني زيادة عن لزوم انت بس بتحاول تطول الوقت ولا الكلام الفضل ده كله اهو شوف كل الموضوع همسحلك برضو بس كم حاجة امسحلك هنا كام حاجة بس الدوت كده امسحلك الدوت واجي اخدلك بقى اخدها لك بيقولون تاني اليو هنا الكي اي مضروبة في الزد اي سكوير الزد بي تمام على ال اي حلو الكلام طبعا اهو زي ما انت شايف هتكون هنا الكي اي مضروبة في الزد بي على ال ال بي سكوير مضروبة في الكي بي بس ده كل الموضوع اهو خلاص اي اوامر دلوقت بقى بالنسبة بقى السست임 زي ده يانه ها ربيض فيه بارين ركبين على بعض اهدي 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 اه مش للدرجات يعني الموضوع أبسط منه مفيش آه موضوع بسيط إحنا إنت عندك هنا فيه فرس D وفيه فرس A حلو الكلام وفيه عندك كالآتي فيه عندك كم نقطة D وC وB وA ده اللي عندنا أربع نقاط عندك السي والB يسوي بعض فهيكونوا هما يعتبروا هما النقلة بتاعت بعض فإحنا هنيجي كالآتي وهنيجي نقول أن الزد B على الزد A بتاعت دور تمام؟ هتساوي الـ LB على الـ LA حلو الكلام؟ حلو نيجي بالنسبة للبر اللي فوقيه هيكون الزد D على الزد C وتساوي الـ LD على الـ LC حلو الكلام؟ هنسمي ده مثلا الـ A1 هنسمي ده هو الـ A2 جميل جميل هنيجي ننزل ده كده شوية هم؟ خلونا نغير اللون دلوقتي إحنا عايزين نيوجد إيه؟ عايزين نيوجد الفورس عايزين نيوجد الـ F D على الـ F A إحنا عارفين الـ F D اللي هين هنا والـ F A هنا عايزين ننقل ده ايه؟ نوديها هناك فإزاي بقى هتكون تساوي معكوس اللي هو عبارة عن الزد A على الزد D مظبوط حلو؟ حلو الكلام الزد A على الزد D دي عبارة عن إيه بالظبط؟ عبارة عن مقلوب ده حلو؟ عبارة عن مقلوب ده هو يعني إحنا محتاجين نقول الزد B أسف قصدي محتاجين نقول إن الزد A على الزد B مضروبة في الزد C على الزد D ليه قلنا كده؟ عشان أساسا أساسا الزد B تساوي الزد C ليه برضو قلنا كده؟ عشان زي ما احنا شايفين هم الاتنين على نقطة واحدة فهم الاتنين متساوية فإحنا نيجي نكانسل ده مع ده هيطلع لنا الزد A على الزد D بس الكلام ده هوت أساسا ده عبارة عن إيه ده عبارة عن واحد على الآي 1 وده عبارة عن إيه عبارة عن واحد على الآي 2 معناها لما نيجي نضربهم ببعض عبارة عن واحد على الآي 1 مضروبة في الآي 1 عبارة عن واحد على A1 في A2 بس خلاص انت ده الامبلفكيشن بتاعك مش محتاج اي حاجة زيادة ده الامبلفكيشن بكل بساطة نيجي بقى على دهوة ينهر بيض في بولي وفي بلاوي ايه ده ايه ده الموضوع ابسط منه مفيش كل الموضوع هتدخل الروتيشن في الموضوع فقط لا اكثر ولا اقل نفس الكلام عندنا نقطة ايه وعندنا نقطة دي حلو الكلام حلو الكلام هنيجي نقول له والله الزد بي على الزد ايه حلو تساوي اللي هو الار بي على الار ايه وتساوي الايه وان بتاعنا وهنيجي نقول له ان الزد سي الزد دي الزد دي على الزد سي تساوي الار دي على الار سي وتساوي الاتو اللي عندنا حلو الكلام حلو الكلام الاف اللي عندنا عبارة عن ايه الاف عبارة عن ايه الاف باختصار شديد هتكون عبارة عن الاف دي اسف الاف دي على الاف ايه هتسوي لنا نفسها الزد ايه على اللي هو الزد دي شايفين والزد ايه عبارة عن ايه عبارة عن اللي هو واحد اوفر اي وان والزد دي مضروبة في واحد اوبر ال اي تو وتساوي برضو واحد اوبر اي وان اي تو بس بكل بس بكل بساطة بكل سهولة بكل يعني بكل اخر حلاو زي ما بيقول بس ده كل الموضوع دي الامبليفكيشن ودي توضيح الامبليفكيشن بكل بساطة الموضوع بسيط 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 نفس الكلام احنا قلنا البي تساوي السي علشان هما مرتبطين ببعض هما مرتبطين ببعض نفس النقطة نفس الحبل تمام فعشان كده هو نيجي بقى نحل اسئلة يعني الليكتشر الغتي تدي شايفيني السيستم المعقد الغتيث دهوت بكل بساطة وبكل وضوح مفيش ابس سهل منه باذن الله عندنا كتلتين وعندنا اربع سبرينجات حلو حلو ركزوا معايا بس كتلتين وعندنا اربع سبرينجات نقل السؤال حلو معناها لفيه ستيفنس للرد ولا فيه أي ويت للرد فأمرنا زي الحلاوة and that the displacement are small معناها هنيجي نقول small معناها sign theta تساوي theta والcosine theta تساوي واحد جميل الكلام ده such that the fourth spring's direction remain unchanged معناها ما فيه يعني هم صفر وبدأوا الحركة يعني initial condition بتاعتهم بزير also assume the motion takes place in horizontal plane such that gravitational effect can be neglected معناها ug بالصفر عشان اساسا قال لي ما تعتبرش اني فيه gravity أصلا فأمرنا حلو حلو الكلام حلو الكلام هنحلها بايه بالenergy method هنحلها بأنهو بي اللي هو الenergy method هنيجي نقول ازاي ده فيه كتلة هتطلع فيه في كتلة هتطلع تحت فيه سبرينجا يطلع فيه فيه سبرينجا يطلع تحت اقول لك ايه اقول لك اهدالي كده وبهدوء واحدة واحدة توجعش راسك على كلام فاضي اهدى ونفس عميق اولا هنيجي نقول له عندنا عبارة عن ايه energy equation اللي هي ايه تساوي kinetic energy زائد potential energy تساوي الكينيتك ايه اللي عندنا بيتحرك انهو الكتل معناها عندنا نص في الام في الاكس دوت سكوير ليه قلنا اكس دوت عشان الاكسات هي بتاعتها تمام طب هنيجي نقول طب احنا هيجي طب ان كده حسبنا kinetic energy لكتلة واحدة احنا عندنا اتنين فاحنا نيجي نعمل هنا اتنين عشان عندنا كتلتين حلو الكلام حلو الكلام زائد هنيجي نقول نص بتاعت potential خلاص احنا كده خلصنا kinetic زائد الكي على اتنين عشان احنا عندنا الكي عبارة عن كي على اتنين الكي هنا تساوي الكي على اتنين فعشان كده هو قلنا كي على اتنين دايركت انا عشان حطها كده هو تمام حلو مضروبة في الاكس لا مش الاكس ليه هنقول ليه بقى شوفوا هنا هو ودنا واي الديريكشن بتاعها عبارة عن واي فاحنا نكتبها واي سكوير عشان هو اساسة قال انيشي الكونديشن بتاعتها بصفر فخلاص هنسكت هنقول له لأ هعندنا واحد اتنين تلاتة اربعة سبرينجات معناها هنضرب البوتينشي الانرجي بتاعتها في اربعة بمعنى الكلام دا هو هيطلع معنا بقى في الاخير المعادلة الاخيرة اللي هنحلها اتنين في اتنين هتطيع معنا هنضربها هتكون ام اكس دوت سكوير زائد هنجي نقول اربعة هتطيع معنا الاتنين والاتنين في الكي واي سكوير طب دلوقتي بقى اهو في حيطة مسدودة هنا عندنا اكس وفي عندنا واي طب هناخد ازاي بتاعها طب انت ليه توترت نوضوع بسيط الاكس دوت او الاكس بقى لاش خليها اكس تساوي عندنا الاكس هنا بتتحرك صح? هنا الاكس جميل هنا الاكس هنا ثيتا علشان اوجد الاكس دي محتاجة اول ايه هتكون الاكس عبارة عن الاكس ساين ثيتا بس احنا قلنا الساين ثيتا بثيتا فهتكون الاكس بثيتا بثيتا شفتوا دي الاكس طب هتيجي دلوقتي طب ماشي ايه هاشي يا ظريفي خفيفة ايه عندنا هنا اكس دوت دوت خلصت طب بالنسبة بقى لل واي ال واي هي بسيطة يا ابن الحلاة نفس الفكر بس الفرق الوحيد هنا السبرينجات عند ايه عند الوان فانيجي نقول الوان ساين ثيتا اللي هي تساوي الوان ثيتا خلاص ارتحت نقدر نعوض بقى بكل سلام نقدر نعوض بكل سلام نيجي نقول الدي ايه على الدي تيه وتساوي صفر وتساوي اللي هي الام اكس طبعا هنجي نقول اتنين اتنين مضروبة في الام اكس دوت في الاكس دابل دوت زائد اسف 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 لاخبطت لكو الدنيا لاخبطت لكو الدنيا تمام بلاش 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 نرجع الاول نرجع تاني صفروا معي دماغكوا وارجعوا تاني هنيجي نقول ال ايه لسا الام اكس مش الاكس بقى اسف استغفر الله العظيم دايما لازم اطلع اخبط في ديه ام مضروبة في ال ال تو ثيتا دوت سكوير زائدا الكي في ال ال وان في الثيتا سكوير يعني هي نفسها تساوي اللي هو الام ال 2 سكوير في الثيتا دوت سكوير زائدا الكي في ال ال 1 سكوير في الثيتا سكوير جميل الكلام جميل الكلام هنيجي طبعا بقى ان 애عمل لهم بقى ال worn OUT اللي هو ال دي اي على ال دي تي وتساوي الصفر ويساوي ال اتنين في الام ال 2 سكوير في الثيتا دوت في الثيتا دابل دوت احنا الدريفة فعملناه لده بس اتنين نزلناها في الثيتا دوت في الثيتا دابل دوت زائد اتنين في الك في ال ال وان سكوير في الثيتا في الثيتا عادية بتاعتنا في الثيتا دوت احنا عشان هنا في الثيتا دوت فخلناها دابل دوت هنا في الثيتا خلناها ثيتا دوت وهكذا هنيجي بقى نعمل ايه ناخد عامل مشترك ما بينه ناخد عامل مشترك ما بينه فهتكون عبارة عن الصفر تساوي 2ML2 سكوير في الثيتا دابل دوت زائدا 2KL1 سكوير في الثيتا ناخد عامل مشترك اللي هو الثيتا دوت الثيتا دوت تساوي صفر تضي فيها فهنيجي نقول بقى اخر حاجة اللي احنا عايزينها اساسا اللي هي هتكون عبارة عن ثيتا دابل دوت تساوي آسف مش تساوي زائدا 2KL1 سكوير على 2ML2 سكوير في الثيتا تساوي صفر البراميترز ده كله عبارة عن الأوميجا سكوير بس خلاص اديك اوجدت اللي هو الناترال فريكنسي دلوقتي نروح على السؤال اللي بعديه السؤال ده هو نفس الكلام عايز اننا نحسب اللي هو الاكويجن اوف موشن بتاعتنا بس الموضوع بكل بساطة عندنا كام عندنا 3 حاجات مهمة في الموضوع ده كله اللي هو روتاشن ترانزليشن وبرده نفس الكلام ايه نفس الكلام هيكون عندنا بتاع السبرينج اهي المعادلة جاهزة شفته شوف يا شباب دلوقتي هي عبارة عن زائد عشان الدسك بتحرك كده في نفس الوقت بيدور زائد اللي لزقه هنا هو موجود ايه تمام فاحنا دلوقتي نيجي نعمل ايه عندنا بردوينترس كتير وكل واحد لديه علاقة بالتاني كل الموضوع بكل بساطة الاكس تساوي الار في الثيتا عشان هي الاكس هنا بتاعة الدسك ونفس الكلام هتعوض بقانون الجاه اللي هو عبارة عن نص في الام واحد في الار سكوير جميل فالتاني هتيجي لما تيجي تعوض تعالوا نكتبهم بقى نكتبها نشوف تكون نص في الام واحد في الار سكوير في الثيتا دوت سكوير تمام احنا قلنا على طول هنعوض بالثيتا دوت على طول مش مشكلة زائدا نص في نص في الام واحد في الار سكوير في الثيتا دوت سكوير زائدا نص في الكي واحد في الاكس سكوير هنكون الار سكوير في الثيتا سكوير جميل الكلام جميل الكلام هتيجي بقى تبسط هتيجي يعني تعمل تكون عبارة هكتبها لك على طول دايركت انا بقى مش هنحلها هنا عبارة عن ام واحد مضروفة في الار سكوير في الثيتا دابل دوت زائدا بتكون اه اللي هو نص في اللي هو الام واحد في الار سكوير في الثيتا دابل دوت برضو زائدا كواحد في الار سكوير في الثيتا تساوي صف ناخد عمل مشترك يعني نجمعهم كلهم سوا هنا في نص هنا في واحد كامل يكون تلاتة على الاتنين ام واحد ار سكوير ثيتا دابل دوت زائدا الكواحد في الار سكوير في الثيتا تساوي صفر طبعا زي ما احنا شايفين ان كده كده اساسا اللي هو في قسم الشرق ما بينه الار سكوير والار سكوير تقدر تلغيهم تمام انت كده كده لما تيجي تقسمهم على بعض انت كده كده هتلغيهم بس يعني انا كتبت قوم لك عشان تجي تقول ما تجيش تقول والله يا راجل دوت الى غال ناحية طبعا يا شباب احنا كده خلصنا بحضرة النهاردة او فيديو النهاردة زي ما يقولوا فيديو الدرس ده تمام حلينا سؤالين كويسين مش وحشين عارف انه طولت عليكم بس يعني مشكلة كان فيه كلام كتير وفيه كلام لازم يتقالك وتحس انه مهم يعني عشان تضح لك الصورة كاملة المهم عارف ان فيديو مدة طويلة ساعة تقريبا بس ان شاء الله الفيديوهات التانية هحاول انها تكون اقصر من كده بازن الله تمام معليش حققكم علي ان برضو لو تلاقي لك كتير او حاجة او مخبط في الكلام بس عارفين يعني واحد بيسجل بالليل متأخر وحالة صعبات كافة معليش ان شاء الله بس تكونوا استفدت وتكونوا فهمتوا القصة يعني حاولت بستطلوك الامور على قدر الامكان وان شاء الله يكونوا كل الامور بخير يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته